اللي قدامي ده ومئات الالاف الابطال اللي هم بيشتغلوا واد الجو ده الجو اللي قدام حضرتك شوف سماء القاهرة كان شكلها ايه ومازال لحد دلوقتي ورجل المرور او رجل الامد بماع الاصح موجود ثابت على عهده وعلى رسالته واداء عمله ميقدرش يخو النهاردة منزلش من بيته اللي جاي من الاليوبية عشان عنده شغل من القاهرة واللي جاي من المنوفية عشان عنده شغل من القاهرة واللي جاي مش عارف منين من فان بان السوف عشان عنده شغل من القاهرة او العكس هو ده اللي بتقول له شكرا ان انت بتأدي رسالتك وتأدي دورك يا رجل يا محترم هو ده يا جماعة المصريين ودول الناس اللي انت بتدي لهم التحية وتقول لهم تحية ليكو يا ابطال وانتو بتأديوا النهاردة دايما رسالتكو وانا مش عايزكو تتدايقوا من بعض الناس اللي بيطلعوا يتكلموا لا انت ولا حد يدايقك ولا حد تزعل من حد انت عندك رسالة بتأديها بامانة ملايين المصريين بيسندوك انا بقول له بيسندو حضراتكو اللي واقفين اهو واللي مش واقفين واللي عاديين في مكاتبهم واللي قاعد في الشارع ولي بيجمع معلومات واللي يبض علي الرهابيين وبيكشف خلايا الرهابية وبيكشف البلطاجة ولي بيمنع وقوع جرائم كل دول لهم كل تعد ولي بيمنع كمان عمليات تهريب وعصابات وغيره ولي بيكشفوا الخلايا اللي داخلهم من بره كل دول يوم كل التحية وكل التقدير نعم تيجي مرحلة تقول للناس دي شكرا يا ابطال ان انت النهاردة وفي درجة الحرارة دي حضرتك اللي بتقوله كمان شكرا كمواطن شريف سيبك من الناس التانين سيبك من طبور الخامس خليك بس مع البلد هي الاهم النهاردة وده اللي احنا دايما عايزين نبقى بصين لبكرة وعشان بكرة